أبو نواف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا دكتور مرحب أبو نواف الله يحيي دكتور عندي سؤال في البخاخ هذا اللي فيه نسبة كرتزون هو عبارة عن كرتزون بودرة هل يفطر؟ هذا للربو و للإيش؟ هذا للربو نعم يعني مش زي البنتالين البخاخ لا عبارة عن رباب من البودرة فيه نسبة الكرتزون عموما أبو نواف هذا لا يصل إلى الجوف هذا مخصص للرئة فقط للشعب الهوائي هذا مسموح الشيخ للرئة هذا لا يؤثر لأنه لا يصل إلى الجوف ولا يغني عن طعامه والشراء والكمام؟ الكمام إيش طريقته؟ الكمام هذا الجهاز الأكسجين يعني ما يمشع فيه هذا هو حق الكمام اللي زي الأكسجين يعطونه اللي يصيب نزلة هذا أيضا لا يفطر بإذن بارك الله فيك شكرا شكرا نسبة البخاخات هذه هذه البخاخات فيها نسبة طبعا دواء معين وفيها نسبة أيضا من الماء لكن هذه النسبة من الماء تعتبر قليلة بحيث أنه يعفى عن يسير وهذا كلام أكثر فقهة وهذه لما تبخ يشفطها مباشرة يجذبها بنفسه حتى تدخل إلى الرئة حتى توسع الشعب الهوائي أو تعالج بطريقة معينة الذي قد يوجد منها أحيانا الطعم عند الحلق ينبغي أن يخرجه ألا يبلعه وهو غالبا أيضا شيء يعفى عن يسيرك كما أنه إنسان مثلا متوضأ وتمضمض وهو متوضأ ثم سكب الماء من فمه فإنه يبقى على جدار الفم شيء من هذا الماء الذي يختلط باللعاب يدخل إلى الجوف ومع ذلك صحيح فهذه الأشياء القليلة جدا هذه يعفى عن يسيرها كما ذكر أكثر الفقهة وبالتالي بخاخل الفنتولين وكورتزون وغير هذه كلها إن شاء الله لا بأس على الإنسان أنه لو استعمله وطا